اشتركوا في القناة إذا إنسان عسى إليك وعفوا عنه خذ العفوة شنو فائدة هذا الشيء؟ فائدة هذا الشيء أن الناس يلتفون حولك أما إذا تريد الانتقام من كل إنسان قال لك الزيادة أو نقيصة الناس ينفضون من حولك هاي أول فائدة ثم الإنسان الذي يريد الانتقام دائما هذا الإنسان في قلق وفي اضطراب وفي سهر وفي تخطيط وما أشبه بين الإنسان الذي يعفوه هذا الإنسان مستريح خلان سبتك خلان أهانت خلان ما قام لك خلان أكل مالك خلان ما احترمك خلان ما استقبلك خلان ما دعاك إلى داره لما كان عنده زواج أو مجلس أو ما أشبه وعفو عنه الإنسان بالأخلاقيات يتقدم الأمم بالأخلاقيات خذ العفوة يقول سبني خل يسبه الله بالمرصاد الله وثم هو سبه أنت سببت أنت سببت هو سبه أكو في الحديث عن رسول الله المتسبان شيطانان متهاتران هل اثنين شيطان يتهاترون شلون؟ المتسبان هذي يسيبه هذي يسيبه هذي يروده هذي يسيبه هذي يروده على هالمعدل هذني آداب هذني سلوك هذني أخلاق هذني اجتماع هذني فاهم في ظنه أنه فعل زيان بقصة زوجتي يقول هي شنو؟ أنت شنو؟ أو يبسط أخوه أو يبسط ابنه أنت شنو؟ أو يبسط معلم تلميذه الصحيح أن الإنسان يكون مؤدبا في أخلاقه في لسانه في أذنه